الناس ما كانتش مصدقة انه ممكن نعمل طريقه وكبري واستقتروا على نفسهم طريقه وكبري تخيلوا الناس استقترت طريقه وكبري قال لك ايه هذا كتير كتير ايه يا راكل ده لسه بدر قاوي لسه بدر قاوي من العمل والجهد والمصبر اسمعوا لو كان البنى والتنمية والتقدم تمنوا الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين ما تقدموش اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احزن والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو كمن تمن التقدم والازدهر للامة انها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب ما تاكلش وما نشربش يقول لك أنت بتقول يا عم ويقولوا هما بقى مسكني الكلام ده سمعوا لو سمحتم يديني فرصة أقول الكلمتين عشان نسي برنامج طويل قوي يا جماعة يا جماعة أنتوا عايزين تقول لكم مكان على القريطة في دولة 95% من أرض صحرة صحرة 95% صحرة سمعوا كلامي لو سمحتم من فضلكم نحن نتكلم إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة يعني هما بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا مكتبين عند ربهم كذبين كذبين مخربين مدمرين كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه والله حجم الإسم والظلم اللي بيتحملوه الأشرار فوق خيالكم هم فاكرين العملية ماشية كده لا مش ماشية كده نرجع بقى لقناة السويس السقة المفقودة والأمل الضايع اللي كان بيشكل جزء من وجدان المصريين كان أول حاجة في قناة السويس وإحنا بنعملها محاولة إن إحنا نعمل مشروع نجمع الناس عليه آه متخطط وكانت هاي قناة السويس درساء وعايزة تعمله خلال السنوات اللي فاتت صحيح لكن أنا حقول لكم على حاجة أول مرة أقولها في العالم كده وإحنا بنعمل ده كان أشرف سلمان الدكتور أشرف كان وزير لي السسمار فقال لي آه يعني المصفوفة المالية للمشروع إحنا حنبقى نخلي بالنا لإن إحنا يعني آه يعني عايزين نعمله باقتصاديات قلت له طيب بس أنا عايزة أدي الأمل للناس كانت الفايدة ساعتها عشر ونص في المية صح كده قلت لهم إحنا حنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ 12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن فيه حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها ويخلص المشروع اللي ما يخلص في 3-5 سنة ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبداً في سنة أبداً 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 ولكن ربنا سبحانه وتعالى الباني طالع الباني طالع ترجمة نانسي قنقر